ايجابيات سلبيات الدول العربية انت عملت معها السعودي جريء بالتجارة لكن عمره ما يعترف بغلطه دام الحق عليهم الليبي ذكي جدا لكن سريع الاشتعال زي البنزين المصري دم وزي العسل لكن عمره ما يقول لك بعرفش العراقي قمة في الأدب والأخلاق لكن يشتكي من حظه حتى لو كان أحسن واحد بالدمير اليمني مؤمن بقدره لكن يخلق العيب بالشغلة ايش مكانت ممتازة الأردني واقعي متأقلم لكن بموت في النكد الفلسطيني طموح لكن أنكد من الأردني اللبناني مزوئ بكل اشي لكن لا يثق بأي مخلوق كلهم فيهم صفة الكرم والنخوة أقصدهم وتلاقي ظهر وكلياتهم رأسهم حجر مستعيل إذا اقترعوا بشغلة لا تحاول معهم أساسا ترجمة نانسي قنقر